اكد معل الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظ الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله تولي اهمية خاصة لان تكون الجامعات الوطنية والمحلية في مقدمة المؤسسات التي تقود الابتكار في مجال تقنية المعلومات وتوسع في مسارات التحول الرقمي لتحسين الخدمات في قطاع التعليم العالي وزيادة القدرة التنافسية للجامعات وأوضح معاليه بأن المملكة تراهن على التعليم في مختلف مساراته لتحقيق التنمية المستدامة وذلك انطلاقا من الرؤى والتطلعات القائمة على مواصلة التطوير العلمي والبحثي في سبيل إيجاد جامعات قادرة على قيادة الإبداع والابتكار جاء ذلك لدى تفضل معاليه بتدشين التطبيق المطور لجامعة البحرين وخلال مراسم التدشين أشد معاليه بعناية جامعة البحرين بتدريب منتسبيها على توظيف التقنيات الحديثة في عملية التحصيل الدراسي والبحث العلمي مثنيا في الوقت نفسه على خطوة إطلاق التطبيق المطور الذي يتيح خدمات عديدة للطلبة والأساتذة والمنتسبين للجامعة كما استمع معاليه إلى إيجاز قدمه سعادة دكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين استعرض فيه أبرز مزايا التطبيق الإلكتروني والتسهيلات التي يقدمها لجميع المستخدمين وكان رئيس جامعة البحرين قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن التطبيق المطور للجامعة يوفر بيئة تواصل إلكترونية بين الطالب وعضو هيئة التدريس للمساعدة في الأمور الأكاديمية طبعا اليوم نحن في غاية السعادة نتيجة تشريفنا بمعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الزيارة هذه جات في أول يوم دراسي في عام 2023-2024 العام الأكاديمي وجات في توقيت من أجمل ما يمكن لأننا اليوم نحتفل طبعا بعودة الطلاب والأكاديميين وبداية العام الدراسي وكذلك عندنا المشاريع الجديدة التي نحن بادئين فيها المشروع الأول هو اليوم شهدناه وتشين التطبيق الجديد الـ UOP أب حق الطلاب واللي نطمح منه أن نحن يكون اللابنة الأولى في رقمنة جامعة البحرين من ناحية تنظيم عمل الطلاب داخل الجامعة تنظيم حضورهم وانصرافهم تنظيم وصولهم لأماكنهم المختلفة تنظيم تواصلهم مع دكاترتهم والمرشدين الأكاديميين كذلك ولنا طموح كثير من هذا التطبيق إن شاء الله في المراحل القادمة منه وشهد عرض على تصميم المشروع من ناحية المخطط العام موقع المشروع الجديد تصميمه أهداف التصميم توزيعاته شلون وكيف رح يحتضن النشاطات كلية الهندسة في المستقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة